12 طفلاً غير مصحوبين بأهلهم يصلون إلى ليكسونبورغ. المهاجرون الصغار غادروا في وقت سابق من مخيمات اللاجئين ضواحي العاصمة اليونانية أثينا. خطوة تأتي كمرحلة أولى من عملية ينتظر أن تتعزز نهاية الأسبوع المقبل بنقل مجموعة ثانية تضم 50 طفلاً إلى ألمانيا على أن يتم نقل مجموعة أخرى من 20 طفلاً إلى سويسرا في وقت لاحق. يأتي ذلك في إطار عملية واسعة تسعى اليونان من خلالها مستقبلاً إلى إعادة توطيني نحو 1600 قاصر بلا مرافق. وحسب معطية دولية يتواجد في اليونان ما لا يقل عن 5200 طفل مهاجر من سوريا وأفغانستان والعراق ودول إفريقية ويعاني عدد كبير منهم أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات تحتضنها الجزر الواقعة ببحر إيجا.